السيدات والسادة مساء الخير عند الحديث عن التاريخ وشخصياته ووقائعه دائما ما تكثر التساؤلات حول الحقائق التاريخية وما إذا كان التاريخ الذي درسناه في مدارسنا وجامعاتنا هو التاريخ الحقيقي الذي حدث بالفعل أم هو تاريخ امتدت لصفحاته يد التشويه والتحريف لأسباب عديدة في كل عصر كان هناك دائما مفكرون كبار أمثال عبد الرحمن الرفعي شفي أوربال محمد أنيس حاولوا الإجابة على أهم سؤال هل كل المؤرخين على مر العصور الذين سجلوا ونقلوا لنا وقائع التاريخ كانوا أمناء في نقلها؟ هل كل ما نعرفه عن تاريخنا القديم والحديث وما يتصل بقضيانا المصرية هو التاريخ الحقيقي أم هو التاريخ الذي كتبه المستعمرون وأصحاب المصالح؟ اليوم نسأل هل ما نراه على أرض فلسطين من عدوان مستمر لطرد شعب من أرضه؟ هو فقط محاولة اغتصاب أرض من أصحابها؟ أم فصل جديد في جريمة مستمرة منذ 75 عاما لسرقة التاريخ؟ في حديثنا من مصر اليوم نلتقي بمفكر وباحث كبير في التاريخ اهتم منذ سنوات بكشف المسكوت عنه في هذا التاريخ قدم في العديد من كتبه قراءة جديدة ومختلفة لأحداث مهمة في تاريخ مصر والمنطقة نطرح عليه الأسئلة الحائرة حول وقائع تاريخية ثار حولها الجدل في السنوات الأخيرة نحاول معه تصحيح مغالطات تاريخية استهدفت عن عمد إما تشويح حضارتنا أو إخفاء صفحات ناصعة من تاريخنا عن التاريخ بين الحقيقة والتزييف عن المغالطات التاريخية التي ضللت أجيالنا حديثنا اليوم من مصر أهلا بكم معي للحديث عن المغالطات التاريخية وعن صفحات مجهولة في تاريخنا المفكر الطبيب عاشق التاريخ الدكتور وسيني سيزي مفكر ومؤرخ وطبيب مصري مشهور باشقه لحضارة المصريين القدماء ومدافع كبير عن الوطنية المصرية الأستاذ الدكتور وسيمي السيسي اختير عضوا في لجنة الخمسين التي صاغت الدستور المصري يعمل أستاذا لجراحات المسالك في المستشفيات التعليمية وحاصلون على زمالة كليات الجراحين الملكية بإنجلترا وزمالة كليات الجراحين الأمريكية كما يشغل عضوية الجمعية الأمريكية لدراسة الظواهر الجوية وللدكتور وسيمي السيسي العديد من الأبحاث الطبية في مجال تخصصه وحصل على براءة اختراع لأحد الأجهزة الطبية وله عملية جراحية مسجلة باسمه في مجال الجراحة من أشهر مؤلفاته التاريخية كتاب الطب في مصر القديمة ومصر التي لا تعرفونها والمسكوت عنه في التاريخ وهذه هي مصر وإحنا مين ومصر علمت العالم وفي البدء كانت مصر دكتور وسيمي السيسي أهلا وسهلا بحضر الله أهلا بحام بك يا دكتورة دورية وأنا الحقيقة يعني حطرح نفس التساؤل اللي قلت في هذه المقدمة أنت طبيب عاشق للتاريخ أم مؤرخ اتجاهت إلى الطب أنا طبعا طبيب أولا ولكن وقعت في هوى التاريخ منذ أن كنت في الخارج لأسباب يعني يعني كان لابد أن أنا دراست التاريخ لأن أحسست أن هناك تقصير في معرفتنا للتاريخ على وكه العموم وليه تاريخنا على وكه الخصوص أصوصا وجدت أجانب يعرفون تاريخ مصر أحسن مني كثيرا فطبعا اتجاهت لهذا وعرفت أن الصفة الوحيدة التي يتصف بها الإنسان هو أنه كأن حيزه تاريخ فاتجاهت لدراست التاريخ طبعا التاريخ بشكل عام أم التاريخ المصري بشكل خاص؟ التاريخ بواجهة عام إن جنرال إنما تعمقت في دراست التاريخ المصري إن ده تاريخ بلدي وخصوصا أنه تاريخ ثري جدا وخصوصا أنه تواريخ كثيرة أو حضارات كثيرة انبثقت عنه فكان لابد من دراست الأصل حتى نقدر يعني نعرف الفروع دكتور وسيم حضرتك لما تتكلم أو تكتب عن الحضارة المصرية القديمة بشكل خاص يعني بنتخيل أنه في حالة من حالات الحب الشديد حالة من العشق بينها وبينك كيف حدث ذلك؟ هل فقط لأنك مصري؟ لا إنما تستغربي إذا قلت لك أن هذا الإنبهار جاء من رجل نيجيري ورجل إنجليسي الرجل نيجيري لما كنت في نايت بارك واحد إنجليزي يتفخر بأصله وفصله فاللي رد عني رجل نيجيري قاله بطل تفاخر لأن أنا اللي اديتك الحضارة أنتوا خطوا حضرتكم من الرومان والرومان من يونان والليونان من مصر القديمة الرجل قاله أنت مصري قاله لا أنا من نيجيريا لكن نيجيريا في أفريقيا اللي فيها مصري يبنى اللي اديتك الحضارة الرجل سأقف له وبعدين كنت بحب أحضر مجلس هون بريطاني فحضرت أحد النواب وهو بيطالب رد الرخصة للأمير فليب بتاعت القيادة اللي أنا تسحبت منه فرئيس المجلس قاله لأ مش عشان على راسه ريش فلما رجعت المستشفى بقل زميلي كان اسمه شارلز ويست قل له عندنا انتخطوها مننا احنا بنقول الراجل ده فكر نفسه هي على راسه ريش فبراق لي كده قاله دي ريشة ربة العدالة معت ولازم تكون ريشة نعمة قلت له ليه قال ليه لان ريشة نعمة الشعر متساوية الجانبين ولتكون العدالة عدالة إلا بالمساواة بين الطرفين وإحنا عندنا في انجلترا لنضحها إلا على رؤوس الملوك والأمراء والقضاء الصبح في لايت فارك رجل نيجيري عارف اللي ما عرفوش عن بلدي وبالليل راجل انجليزي زميلي طبيب عارف اللي أنا ما عرفوش عن بلدي فطبعا دي تصبني بالحزن والانبهار في نفس الوقت فدفع زاكلك يعني حضرتك أنك يبالك هذه الصلة بالإضافة إلى أحداث أخرى برضو يعني مع الحضرة الفرعونية بشكل خاص طيب حيث عندك كتاب اسمه المسكوت عنه في التاريخ لو سألتك أبرز هذا المسكوت عنه في حاجات كتيرة التاريخ ما بيزخراش وعشان كده دكتورة نعمة أحمد فؤاد تقول تاريخنا انتقائي ومزيف وإن احنا مننطق اللي احنا عاوزين ومنذكرش الباق فهناك أشياء كثير طبعا أنت ما تيجي تذكر حاجة عن فلان مثلا أذكر كل حاجة فلازم نعرف التاريخ وحقيقته ما له وما عليه وعشان كده هو يعني يقولك تجربة ألمتني تجربة علمتني وأنا أتعلم من التاريخ من إنجازاته ومن انتكاساته طب مالشي الجيد جدا الممتاز اللي لم يذكروا التاريخ عن التاريخ المصري في التاريخ المصري ايه اللي بيذكروا عن التاريخ يعني اعم ما هو التاريخ السميل حاجتين وقائع ودي ما لا يعني لا يختلف فيها اتنين يعني ماقول إن الرئيس جمال عبدالناصر أمم قلالة سويا سنة ستة وخمسين ما هذا شي اختلف نيجي بقى في الأراء بقى هل البعض يقولوا كان لازمتها ايه ما كنا هترجع علينا بعد سنة التسعة وستسين على سبيل المثال تمهدي جرت علينا عدوان سلاسي وثلاث محافظات اتبعتر والتاني يقول ما كانوش هيده لنا ويقول التاني يرد عليه يقوله تمه سابه هونقونج وما جراش حق وإذا ما كانوش هيده لنا ما حنا نقدر بقى لنا الحق في التأميق مثلا فإذا يعني الاراء في التاريخ شيء والوقائع التاريخية شيء تاني فإحنا نعتمد على الوقائع التي تحدث في التاريخ ما نختلفش يعني هل المعنى أن احنا لابد أن نعيد كتابة تاريخنا اه طبعا ونذكره كما هو يعني نذكر الوقائع كما هي حريك دايبا مهتم جدا بمصر والمصريين يعني أحيانا مصر والمصريين أحيانا بنسأل نحن في منطقة البحر المتوسط هو في القارة الأفريقية ونتحدث العربية وفي المنطقة العربية من نحن نحن مصريونا نتحدث العربية وليس معنا هذا أننا عرب ألا تمحنا عندنا إيران مثلا على سبيل المسأة بلاش كده وكده عندنا أمريكا نفسها الولايات المتحدة الأمريكية مالوش الولايات المتحدة الإنجليزية لأنه يتحدثوا الإنجليزية عندنا 28 دولة فرانكفونية بيقلم فرنساوي ما قالوا شو احنا فرنساويين قالوا لا إحنا عرب عشان نجي دولة إسلامية طيب عندنا كيران إسلامية وتركيا إسلامية وعندنا شيئ إسلامية ما قالوا شو احنا عرب قالوا لأن العرب قم أطبع يا سيد الأرب قم 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 قدوا وبعدين أنت مصري ده أنت علمت الدنيا كلها من الأول آخر أنت هيجب أن تفخر بهذا نحن شعب حكم الدنيا وسأد ونمى والظهر في المهدي صغير سينة حاليا وهو الموضوع اللي شغلنا كلنا سينة في التاريخ المصري ماذا تمثل؟ يعني هولان يعني هي طول عمرها جزء من مصر وطول عمرها يعني بتعتبر الكنز بتاع مصر من الأول آخر وده اللي يتكلم عنه جمال حمدان لأن كان جمال حمدان يطالب بربط سيناء بقلب مصر فإحنا عملنا خمس أنفاق من الأول للآخر وصلنا المية والأراضي الزراعية والحاجات اللي زي دي وطبعاً الخطوة دي كان يجب أن تتخذ منذ 52 إنما هي طبعاً كنزة لمصر من الأول للآخر وهي أيضاً يجب أن تقولي المصاد بتاع الهجمات اللي بتجيلنا من ناحية الشرق يعني عشان كده كتير أول مصريين ما كانوش يحس ويلات الحروب اللي مرت علينا مثلاً في 67 و 73 والاستنزاف والحاجات اللي زي دي يعني تقدر يتشبهيها بالإضافة إلى الكنوز اللي موجودة فيها إنها الإكسدام بتاع السيارة هي اللي بتصدى عننا الهجمات دي كلها من الأول لآخر وعشان كده لا يمكن أبداً التفريط فعلاً فيها يعني يعني أبرز الغزوات التي تم صدها عن طريق المصريين من سيناء طبعاً وكل الشرور اللي جات لنا هي بيجرنا ده المدخل اللي بتدخل لنا إليها يعني وعشان كده من أيام الحضارة لمصرية القديمة كان دايماً بتبقى قلاعة وتحصينات في سيناء عشان خاطر الهجمات اللي بتيجي من هناك يعني طبعاً دكتور واسيم يعني دايماً بيقولون إنما برنارد ليويس بكل أسف هذا الرجل الشرير مقسم مصر وحاطت شرق الدلتا مع سيناء على أساس إنها دولة فلسطينية من زوعة السلاحة تحت الهيمنة الإسرائيلية وده اللي بيحاولوا يعملوه دلوقتي ولكن هيهات طبعاً يعني طب حياتك ذكرت برنارد ليويس فعلاً كان فيه تفكير إلى هذا التقسيم يعني كما يعني بيقسموا بلد نحن يعني أو ده شيء غريب جداً يعني ده مقسم المنطقة كلها قالوا إن احنا هنقسمها لدولة مسيحية ودولة سنية دولة مسيحية في شمال الدلتا عصبات اسكندري ودولة تلتة في شرق البلد وسيناء اللي شرق الدلتا مع سيناء دولة فلسطينية يعني كيف يمكن له أن يفكر هذا التفكير في بلد مش بلده ده أتكلم على سوريا وأسمها والعراق وأسمها والسودان وأسمها هي قاعدة استعمارية يعني فلسطين بتاعدي إسرائيل حالياً أنا بس أم ماشي في إسرائيل لسبب بسيط أن بني إسرائيل ليسوا فيها بني إسرائيل حقيقيين موجودين في نابلس اللي هما تسامريين ودول عددهم لا يتعدى الألف وخدوا أن ينقردوا لولا أن هما سامحوا بالزواج من المسيحيات والمسلمات ورجعوا تاني عاوزين دلوقتي يقصروا الزواج عليهم هما نفسهم لأن ابتدت الدنيا تتغير معهم شوية والفلاشة بتاعة الحبشة هما دول اللي بني إسرائيل وطبعاً ليه بتوع الحبشة لأنهم خدوا التابوت العهد وراحوا به وهو موجود يقال أنه حالياً في أحد الكنائس فات الحبشة إنما اللي عايشين في إسرائيل نفسها مهم ماش بني إسرائيل وماغرات كاندل عالمة الجينات العظيمة ده أثبتت أن اللي موجودين في إسرائيل إنما هم أوروبيون يعتنقون الديانة اليهودية إنما هم لا بني إسرائيل ولا غير يعني أنحيانا بتوقف مع حضرتك عند بيرنارد لوس بشكل خاص لأنه قال أنه يعني من ضمن هذه التقسيمات بالنسبة لمصر قال أنه في شرق مصر وسينة سيقيم دولة فلسطينية تحت الإدارة الإسرائيلية ودولة منزوعة السلاح يعني كما لو كان يعني يردد زمان ما يقوله حكام إسرائيل حالياً آه طبع هم يعني نظرهم على سينة ودولة منزوعة السلاح وبها الفلسطينيين يعني التاريخ لا ينتهي بهذا الشكل ده فكر الدول الاستعمارية وعشان كده أنا أقول إسرائيل دي ما يشرز إسرائيل هي قاعدة عسكرية للدول الاستعمارية باختصار وهم البداية بدأت 1905 لما سير هنري كامبل بانارمان رئيس وزراء إنجلترا قال لهم إحنا في القمة دلوقتي إنجلترا إنما معروف أنه لما الدول الأمبراطوريات تصل للقمة يبتدي الدكلاين إحنا عاوزين نمنع يعني يبدأ التنازل السقوط ده أو السقوط وجاب علماء بتوع الأمبراطورية الرومانية كيف سقطت والأمبراطورية الألمانية كيف سقطت وبتاعه فطلعوا في القوم إزاي نؤخر هذا قالول قالوله ما هو دملاش غير المنطقة ده هي كيف نستغلها وكيف فهي شعوب ممكن تبقى قوية جدا وإذا كانت قوية جدا يقذونا يخنقونا كانت سويس شمالا باب المندب جنوبا هرمز شرقا جبل طرق غربا فلا يمكن أن نسمح لهم بالتقدم أو الاستقرار وده عن طريق نخلق في سطوم كيام يخضع لينا وإحنا نتكفل بحماية العمر كله يعني الدافع لم يكن دافعا دينيا استعمارية استعمارية يعني عشان كده أقول لك إسرائيل ما هي إلا قاعدة عسكرية للدول الاستعمارية جنب يعملوا قاعدة هنا وقاعدة هنا وقاعدة عملوا دي قاعد ووظيفتها وعشان كده التعييد اللي احنا شايفين إنجلترا وألمانيا وأمريكا طبعا فرنسا نعم وأمريكا لعبة في إيديه الصهيونية العالمية وإكفي بول فندلي في كتاب ومن يجرؤ الكلام مقدمة الكتاب بتاعهم قال لهم إحنا في أمريكا هنا يعني اليهود في بلدنا يسيطرون على كل ما يسيطر على المعدة والعقل والغرائس وكل اللي فضل لنا نغير اسم نيويورك إلى جو يورك بلد اليهود وقاعد بقا نيويورك على سبيل المسال 8 مليون 5 مليون يهود الهاي كورت اللي الدستورية عندهم دي تسعة منهم سبعة يهود هكذا وبعدين قال لهم اليهود في بلدنا بسيطرين على كل حقوق فهي الهوليوود اللي يا مدينة السينما اللي هناك داي اللي بتاعتهم لو لا فأمريكا وعشان كده دا يكفي أن الراجل اللي كان كندي جون كندي لما سمع إن مفاعل داي مونة النووي دا هو شك اللجنة عشان تروح تدرس الموضوع دا أيامية لما جاء جونسون بعد منه فمساعدوا بيقولوا هنعمل ايه في اللجنة دي اللي تقعد ساكن دي ايه سبب اغتياله سبب اغتيال جون كندي هم شطار قوي في الاغتيالات يعني هل هم كمان شطار قوي في المال والإعلام طبعا طبعا هم مسكين دا من الأول للآخر يعني وبعدين ياريت بيبا إعلام صادق لا يعني أساتذة في فن الكذب دول أساتذة في فن الكذب طبعا عايزة أسأل حضرتك دلوقتي الإعلام العالمي بينقل تقريبا لحظة بلحظة ما يحدث فيه الإعلام العالمي يعني بينقل بمنتهى السرعة حاليا ما يحدث على جزء من أرض فلسطين وهو غزة وأيضا إضافة الغربية هل هذا الإعلام ساهم الآن في معرفة الناس أكتر بما يحدث بحقيقة ما يحدث طبعا طبعا يعني التزييف مع نقل الصورة بهذا الشكل يعني تزييف غير مقبول صعب بالوقت طبعا ما في الشك إنما ما ننساش فقط المصالح والتمويلات والفلوس وإن برضو بس صحفي شايف كل حاجة ويجي يكتب ممنوع من الكتاب مثلا أو يجي يظهر ما يقدرش طب هذا عن الصحافة لكن ماذا عن الإنسان العادي يعني مثلا شوفنا دولة دول بقى فيها نوع من أنواع المظاهرات المكثفة جدا فيه آه طبعا ولم تكن موجودا من قبل طبعا ده شيء جميل وده بيتنامى دلوقتي يعني في دول وبين حكومات طبعا بيتنامى دلوقتي آه طبعا إنما اللي هم بكل أسف يعني اللي هم أصحاب مصالح طبعا دول مضطرين إن هم يقبوا مع الموجة دي كلها طب إلى ماذا سيؤدي هذا التطور؟ يعني هذا التطور ماذا سيحدث؟ هل الحكومات هتغير؟ وبعدين يعني اللي بيعملوه دلوقتي ده يعني يعني فيه منتهى الغباء يعني لأنه هو بيخلق أعداء له ورامر كله وبعدين أنت معتمد على أن مركز القوة في إيدك دلوقتي أنت ضامن بعد عشرين سنة مركز القوة دي تبقى في إيد مين؟ وفي الحالة ده هي الناس اللي أنت ضيعتوهم دول وموتوهم دول مش هيقبوا يعني حماس واحد ده هيقبى مئة ألف حماس بالنسبة لك اللي فقد أبوه وأمه وأخته وابنه وبنته ده هي نسالك ده فما تفتكرش يعني الدنيا مزهزه لك على طول فكر في اللي جاي اللي جاي قوة ممكن تنتقل للصين وتنتقل ودي اللي قالها برضو جمال حمدان لأن أمريكا سوف تصبح عملاقا سياسيا قزما اقتصادية ونيجي دلوقتي وليس تصبح ده هي أصبحت كده ده هي أكبر بلد مديونة للعالم كله هي أمريكا وأكبر بلد مديونة لها هي الصين أمريكا مديونة للصين أو لا لأخر يعني فطبعا نظرة جمال حمدان بالنسبة للعالم وتغيراته وأنه موجودة يعني طبعا وإن أوز أقول لك حاجة الشعوب دائمة إنما كل الحاجات دي حاجات عابرة جملة اعتراضية في حيات الشعوب طب أقول لك حاجة العرب ما هقعدوا في في الأندلس في أسبانيا 800 سنة وفي الآخر خرجوا ودول هايخرجوا برضو يعني للمدة طالت أم قصرت هيخرجوا وأعتقل إن ما يحدث الآن هو أول مصمار في نعش خرجهم ممكن بعد عشر سنين ممكن بعد مئة سنة لكن خارجين خارجين طيب ارتباطا ارتباطا بهذا الموضوع اللي حضرتك بتكلم عنه بنسمع حاليا عن هجرة من إسرائيل إلى خارج إسرائيل هل ستتنامى الهجرة المعكسة دي طبعا كله بيهرب دلوقتي ليه يعرض نفسه وبعدين ايه منعت الهجرة اللي كانت بتجي لهم من البلاد تانية يعني منعت الهجرة وقدت إلى هجرة من إسرائيل من الداخل للخارج طبعا حيك شايف انها هتستمر طبعا لانها ممكن تبقى نقطة ضعف طبعا لا لا دي هتستمر وتستمر الايه اللي يقعده في وسط مش عارف هو يعني نهايته هتكون امتى ولادين مين طبعا هل ما يحدث من إسرائيل الآن من هجوم على قطاع غزة على سبيل التحديد هو فقط رد فعل لما حدث من حماس في 7 أكتوبر لا هي كل ما هنالك هم لحظة منتظران لان كنت كنت يعني عاوز تقضي على حماس طبعا تروح زعماء حماس ما هم قاعدين مبسوطين في قلب قطر على سبيل المسال ما هم مدامكا هم وده اللي بيخلي بعض الناس انها بتقبل خطة ما بين حماس وما بين إسرائيل اعملوا انتوا كده وإحنا عشان خاطر نهجرهم إلى سيناء البعض الناس بتقول كده وإن كنت أنا مش ميال لهذا الرأي إنما بدليل إن من أول يوم وتاني يوم الأساطيل العائمة اللي جات لنا دي لا دي مش عشان حماس دي عشان حاجة مؤجلة اللي احنا بنشوفها دلوقتي اللي هي النهاردة تعلن أمريكا بتقول قدام كل غاية أول يناير يعني خمسة وعشرين يوم تعودوا تهد الدنيا فيها كل يوم والتاني لا وزير الدفاع الإسرائيلي من أيام قليلة جدا كان يعني له تصريح غريب قال للفلسطينيين المندفعين من غزة إلى الجنوب أمامكم إما البحر أو سيناء في مصر ما تعليقك على هذا الكلام وش فالثنكينج أو يعني أمنيات بيعلم بيها هو إنما طبعا هذه أحلامها تتكسر على الأرض الواقع لأن طبعا مصر قالت إن سيناء خط أحمر وبعدين ما ننساش برضو المقاومة أي مبدورها كويس قوي وبعدين يعني برضو المستقبل يحمل الكثير يعني الأيام القادمة تحمل الكثير مش الشهور القادمة الأيام القادمة الأيام القادمة العشرين يوم اللي جايين دول يحملون الكثير بس أنا واثق إن ده مش ممكن أن يكون يعني يعني ده حتى الدكتور سامير فرق قال أنا كنت في كمبرلي بدي محاضرات فإدجر ألان بو عمل بديبيت ما بيني وما بين شارون وبعدين إدجر ألان بو ألقى سؤال على شارون قال له إيه المفاجأة اللي أنت لقيتها في 73 قال له لا هو إعلان الحرب ولا هي الاستعدادات بتاعتها الجندي المصري قال له الجندي المصري قدرة الجندي المصري فالجندي المصري ده الجنود الإسرائيليين بيهربوا لأنهم مرتزق جايبانهم ما هم مش إسرائيلي ولا حتى شاريلي يعني الكثير منهم مستدعة من دول أخرى حالية طبعا مرتزقة فطبعا ده إلما الجندي المصري بتاعنا يموت عشان بلده أي طبعا فأنا يعني كل الكلام ده هو نعم بيقوله يعني طيب أنا هسأل حضرتك ثاني عن الفكر الصهيوني الفكر الصهيوني هي حركة دينية سياسية أم عنصرية أم سياسية سياسية أساسية وهي بدأت بتيوتور هيرزل لما وجدوا نفسهم يعني محاطين بكراهية ومزابح ومكروهين من كل مكان يعني إلى عهد قريب فأمريكا نفسها يعني فابتدوا يفكرون الصهيونية العالمية ومعاهم الدول الاستعمارية نعمل لكم مكان نختار لكم إيه نختار لكم فلسطين الأول طبعا فكروا في أغندا وفكروا في الأرجنتين وفكروا وآخر يعني وجدوا رفض فكان بقى فلسطين دهيا وبعد كده كانت اتزا ديل وديل دي بدأت في الحرب العالمية الأولى لما في الحرب العالمية طلبوا من حي وايزمان اللي هو كان رئيس الوكالة اليهودية في العالم كله قالوا له وقعوا لنا ألمانيا ووقعوا الخلافة العثمانية ووقعوا تركيا ووقعوا روسيا القيصرية ونجحوا في الثلاثة طبعا التفاصيل كتير قوي إنما لما نجحوا في الثلاثة كان وعد بيلفور بتاع سنة السبعتاشر ده هو إنهم وفعلا شجعوهم على هذا إنهم مفرصين ده ثورات عارمة سنة ثمانية وتلاتين وتلاتين ضدهم لما كانوا بيروحوا بأعداد كبيرة أوين إنما يعني أنا مطمئن لللي جاي لماذا؟ الشعوب لا تموت ودي كلها جملة اعتراضية ما يام إحنا مر علينا 2500 سنة احتلال ما بين إخشيديين وفاطميين وأيوبين ومماليكوا أتراكوا عثمانيين فين هما؟ مصر موجودة فمهما دول عملوا برضو مش ممكن الشعوب لا تموت فأنا مطمئن تماما يعني يعني بنتكلم عن المستقبل القريب أم البعيد؟ القريب لأن دلوقتي بيسوف لايف بقت سريعة جدا مش زي زمان فدلوقتي أصبحت يعني ما كان يعني يتم في مثلاً عشرات السنين دلوقتي في بضعة أشهر يعني للحوار بقي فاصل قصير نعود بعده لنستكمل الحوار عن محاولات تشويه التاريخ مع المفتر والباحث الكبير الدكتور وسيمي سيسي دكتور وسيمي سيسي عايزة أسأل حضرتك سؤال يعني طبعاً زي ما حالك قلت دلوقتي أنه المنطقة البحر المتوسطية المنطقة العربية يعني بتعاني كثيراً من في ثورات وفي انقلابات وفي تجزئة حتى للشعوب حالك يعني متفائل للمستقبل القريب أم غير متفائل لا طبعاً متفائل زي مورة لحضرتك الشعوب بأساس كل شيء بس كل ما هناك يعني احنا عاوزين بقى التعليم لأن يعني لأن التعليم معرفة والمعرفة قوة يعني فمهم قوي المناهج التعليمية غير ما هي كتاب المعرفة العامة يعني مثلاً في كتاب مفروض يعني أجهزة الإعلام كلها المدارس كلها تعرف أنه تأخذ منه مقتطفات هذا الكتاب وهو الطورة اليهودية مكشوفة على حقيقتها بنائنا العلم الأثار يورج زي الناس دي كتابة واللي كتبوا هذا الكتاب إسرائيل فينكلشتاين وهو رئيس قصم الآثار في تال أفيفينفرشتي جامعة تال أبيل يعني هو يفند الإدعاءات الإسرائيلية كله يفند كل حاجة يعني شابول الراجل ده لأن معاه واحد تاني اسمه أشر سيلبرمان الراجل ده هو أنه بردو أستاذ أثار في نيوهافن في الولايات المتحدة الأمريكيين هم اللي طلعوا الكتاب ده حتى بطلعين مثل أنا مسألة الخروج دي ليس هناك دليل مادي أو تاريخي أو أي ده حضرتك اطلعت على هذا الكتاب حافظه صفحة صفحة طيب أبرز ما فيه نعم أبرز ما فيه أبرز ما فيه نمرت واحد ليس هناك دليل مادي أو تاريخي على الآتي نمرت واحد الأباء الأباء اللي هم إبراهيم وصحاق ويعقوب أتنين الخروج الجماعي من مصر والغرق ومش الغرق وجايبين حتى إن أول غاية القرن الثامنطاشر كانوا عبروا ريت سي يعني بحر البوس البوس ينمو فيه بياها عزبة في القرن الثامنطاشر شالوا من ريت اللي هو البوس إي بقيت ريت سي يعني عم البحر الأحمر ده مياه ملح لتنمو فيه البوس إنه ما هو كاد بقيت ريت سي بده الريت سي اللي هم ما بيشين فيه فجايبين كل حاجة بالحاجة الده فيبقى الخروج الجماعي ده ما فيش أي دليل مجي عليه غزو القنعان على سبيل المثال ويشوع ابن نون ويوقف في الشمس 24 ساعة على سبيل المثال عشان يتم حربه مع دول يعني كل ذلك معتقدات كل ده في الكتاب جايب الكتاب ده ليس هناك أدلة مادية أو تاريخية على هذا الموضوع يعني ممكن فيما بعد تظهر أدلة ماذا قالوا على سبيل التحديد عن إدعاء الإسرائيليين أن لهم حقي في أرض فلسطين ما قال همش وقال إن هم كانوا يعني جماعة رعات غنم كانوا يعني في طبقة الدنيا من الكنعانيين ورجعوا دخلوا كنعان وحصلت حبة مناوشات وقال إن مسألة بقى داود وسليمان ولا كانوا ملوك ولا أي حاجة إنما كانوا رؤساء عشيرة ورؤساء عشيرة كانوا بس قطعة صغيرة من كنعان من التلال بتاعة كنعان هم اللي تمكنوا فيها وتحكموا فيها إنما لا كان فيه بقى مملكة ولا كان فيه مدينة كبيرة زي القدس ولا كان فيه دي كانوا مجرد حبة قبائل دخلوا سواء حربا أو تسلل سلمي وكان على قطعة صغيرة إنما لا كانت مملكة ولا كان ملوك ولا كانت قبائل وحتى جايبين المعارك اللي كانت بينهم وبين المؤابين والعمونيين وزي إنهم اتهموا المؤابين والعمونيين إنهم كانوا أولاد زينة إن البنتين من أبوهم وبتاعوا حاجة من يقول إن دي كانت كلها خلافات فتدعوا عليهم القصة دي كلها من الأول لآخر ولا كان الكلام ده كله ملوك كتاب خطير كتاب يعني واللي اتنين يهود واللي اتنين أسادزة واللي اتنين بس الشيء الجميل إنهم لازال في مكانه اللي هو فينكلشتاين إسرائيل فينكلشتاين يعني شوفي كتب قال إيه هذا من الحدوتة كلها من الأول لآخر وإن كل ما في إدينا حكاية الطورة ده اتكتبت في القرن السابع الميلاد وبيحكوا عن حاجات من القرن الثلاثتاشر قبل سوري السابع قبل البلاد كتبت في القرن السابع قبل الميلاد طب مثل هذا الكتاب لماذا لا يتم ترجمته مثلا إلى العربية وأصحاب الأخلام يكتبوا عنه ويجيب منه ويقرى فيه ده الكتاب ده خطير يهدم كثير من الدعاوي بتاعتهم ده لازم وأولادنا يقرؤوا ويقرأوا عنه والآخر هم الآن في إسرائيل يعني الأسرائيليين بني إسرائيل هم الفلاشة لا يعتمدوا على تلك التحديلات ولكن يعتمدوا على منطق القوة أه طالعا أقول ألئلة إنت بس إن الحقيقة مختلفة أنت لا بني إسرائيل ولا أي حي بنائن على إيه عشان كده ما تيجي حتى دي مهمة إيه ماييجي يطلعلي يقول لي نبوة أشايا طب يا عام نبوة أشايا البني إسرائيل أنت مش بني إسرائيل أنت ميه أنت مش أنت دي نبوة لبني إسرائيل أنت مش بني إسرائيل مالك يعني حضرتك قلت في البداية الحقيقة معلومة برضو تفنت كل ما يقولونه لأنه كان هناك رغبة في الهجرة عرض عليهم أغندا والأرجنتين وأعتقد موزنبيق موزنبيق كانت تحت رئاسة ملك بلسطين رفض ماذا ستفعل الهجرة المضادة في إسرائيل هم دلوقتي غرقانين في مسألة الحرب اللي هي جاية لهم من جنوب لبنان وجاية لهم من الأنفاق ومش عارفين يعملوا إيه فيها فهي هم دلوقتي هلبلس وعشان كده أي واحد يطلع بيطلعوا وبيطلعوا بالمئات إن لم يكن بالآلاف خصوصاً إنه جزء كبير منهم مع الجنسية الأمريكية فسهل قوي وأمريكا قالت يدخلوا من غير انتري فيزا ولا أي حاجة دم أي واحد إسرائيلي يقدر يدخل من غير جواز دخول وحاجة من داين إنما أندلونجران بقى لما الدنيا تهدأ ووالآخر طبعاً هيعملوا المستحيل على أساس تبقى هجرات من هنا ومن هنا وطبعاً بيطمعوهم بكذا وكذا وكذا إنما طبعاً مين يقعد في بلد مولعة زيدي مكروهة من كل اللي حواليها بالشكلة دا يعني بيقولوا إنه نحن يعني بنعيش في محيط من الكراهية طبعاً هو قالها وحددوا بالتحديد العراق وسوريا ومصر طبعاً قالها لبين جوريون مش شارت وزير خارجي قال له نحن قطرة في محيط من الكراهية ولا يمكن أن يكون لنا الأبر هاند إلا إذا دمرنا الدول دي كلها حوالينا وبدأوا فيها من 54 وهم تخطيطات دي كلها فدي مخططات كلها يعني هل لهم يد فيما يحدث في السودان طبعاً ولهم يد في سد النهضة وهذا التقسيم طبعاً في سد النهضة وفي سد النهضة كمان هم طبعاً هم اللي مولوا السد وهم اللي هم طبعاً حاجات دي كلها وكل دا عشان ضد مصر الجائزة الكبرى يعني الهدف الأسمى هو مصر الهدف مصر عشان كده بصي على الشمال وبصي على الجنوب وبصي على الشرق وبصي على الغرب فلكن مصر الدهم وإدود يعني مصر قوية كان سؤالي الحقيقة ماذا تتوقع في الأيام القادمة الأيام القديلة القادمة الأيام صعبة أيام صعبة على غزة وعلى مصر كمان أيضاً هي أكتر واحدة يعني إنما يعني المحصلة النهائية هتبقى يعني درس لإسرائيل وفي نفس الوقت يعني هتبقى مرضية لمصر مرضية لمصر كيف صحيحة تعاني ولكن مرضية لمصر كيف نمرت واحد أن لا يمكن أبداً أن سينة دي هوابوا نحيتها لما مصر هتتحمل مادياً لكثير يعني من ناحية حتى الناس دي من ناحية المعونات ومن ناحية الأدوية ومن ناحية التغذية ومن ناحية الميا ومن ناحية الطاقة ومن ناحية كل ده يعني هل هتقبل إسرائيل بحل الدولتين وأن تكون دولة منهم كما يريدون هم من زوعة السلاح هي الدولة الفلسطينية ليه هما قاتلوا رابين لما فكر في حل الدولتين هما يقبلوا بحل الدولتين إذا كانت الدولة دي على حساب مصر أو الدويلة دي على حساب مصر اللي هي الفكرة بتاعت برنارد ليوس إنما في سينة في غزة ليه بقى هم عاوزين غزة كمان عشان إيه قناة بنجوريو أي اللي هي العنات من غزة إلى خليج العقبة هم طبعا عاوزين يخلوها أولا تيبقى يعني سيفتي مارجين بالنسبة لهم والمستوطنات وبتاع وهو والآخره وأيضا يقدر يعمل فيها المشروع الجبار بتاع المضاد لقناة السويس وبالتالي تبقى قناة السويس نصاد فيها سمك يبقى لا قيمة له إن عمل بقى إنما ده ببعدهم يعني هم يعني الأحلام كثيرة إنما طبعا الواقع مختلف يعني فكرة الدولة الفلسطينية لن تقوم ولن يرضو بيها مش في الوقت الراهن ومش في المستقبل القريب محتاجة وقت عشان تقدر وإن كان اللي حصل دلوقتي يمهد ليه إذا قامت دولة فلسطينية هل ستكون بلا غزة لازم تكون فيها غزة ولا يقبل أحد أنها دولة فلسطينية لازم يبقى فيها غزة يعني هالك شايف أنه إسرائيل ستعيد غزة إلى أصحابها آه طبعا طبعا أصبر عنها في الشك يعني يعني ماذا تتوقع في الأيام القليلة القادمة يعني لو تخيلنا المستقبل في هذه الفترة دماغ كثيرة ثورات عارمة من الأحرار في شعوب العالم كله إجلترا وأمريكا وهنا 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 وهي دي هتقبأ يعني الضغوط اللي هتقبأ على إسرائيل الضغط الرأي العام العالمي مثلا الضغط العام العالمي الشعوب الحرة أو الأحرار من هذه الشعوب يعني سيكون لها تأثير على حكومتها طبعا طبعا هيبالها تأثير على أمريكا نفسها وعلى إنجلترا نفسها طبعا لأن هم دول فالصحيونية العالمية هتردخ لما تبص تلقى شكلهم بقى بالشكل ده يعني يعني ستعود غزة إلى الغزاويين تعود آه بالكامل هتعود طبعا إذا مرتلك يعني المحتل ماهى مطالح تلاله بيعود مرة تانية يعني هتبأ أكتر من من أسبانيا أي لما هو قاعده 800 سنة بعد كده خارجه طب إلى أي مدى ستدوم هذه الحرب إلى أي تأخي يعني هي لن تدوم أكثر من شهر كمان يعني حرب اللي موجودة دا هتهدأ وبعد كده تبدأ المفاوضات وإلى آخر يعني أنا طبعا في وجود حضرتك عايزة أسألك على بعض الأشياء التي تقال بالذات في الحضارة الفرعونية يعني بقى خروجا من حرب غزة حاليا تلوقتي الأهرامات هل فعلا كما سمعنا أنه اليهود هم من يعني ساهموا في بنائها ما يجي واحد يقول لي أنا كنت شايل أصعى وأنا بطلع على السلم في بناء العمارة كبيرة من العمارات بتاعة مصر دي ولا بتاعة يا بنت اللي بنتها ولا المهندسين الكبار اللي بنوها بيجن لما في احتفالية السلام فكارتر قال كلمة والرئيس السادات قال كلمة وبعدين بيجنت صعب على نفسه كده وقال تعبته في هذه المفاوضات تعب أجدادي في بناء الأهرام فكل اللي عمل والرئيس السادات إنه ضحك كان مفروض يقول له الأهرامات تبقى للمتحف البريطاني الأهرامات مبنية قبل ما جاء إبراهيم عليه السلام بألف ومئة سنة وهي في الحقيقة أكتر من كده إنما شيء لطيف إنه لما جاه هنا مصر مستر بيجن وهدى وهي صحفية من الجمهورية قالت له إيه رايق قال لا لا المصريين هم اللي بنوا الأهرام فاعترف إنه هو وبعدين الأهرامات اللي هي العالم كله محتار في بناءها لغاية النهاردة واحد زي نيكولا تسهلة اللي احنا عايشين في نوره مش إيدس هذا الرجل يقول الأهرامات ما كانتش مقابر لأنه لو في مقابر فين الممية وبعدين سنفر ومبانا ثلاث أهرامات مش هيتدفن في ثلاث وبعدين لو ممية كان يتكتب تعويز وصلوات في جوه ما فيش لا تعويز ولا صلوات في جوه وبعدين في رأي تسلا إنها كانت محطات لتوليد الطاقة الكهربائية ويعتمد على هذا بدندرة والمصابيح الكهربية اللي فيها وأن الكتابات اللي في المقابر في الأسر فيش هباب يبقى كان المصدر الضوء ايه هو الكهرباء فالناس اللي محتارة في الأهرامات لغاية دلوقتي هتيجي تقول لي يا راعي غنى منت إنك بنيت الأهرامات اللي احنا لغاية النهاردة ما احناش عارفين اتبنت ازاي طب لماذا يقولون مثلا هنطلع على التاريخ الفرعوني إنه فرعون موسى هو رمسيس الثاني هل الإساءة لرمسيس الثاني هي دي كلها طبعا رمسيس الثاني ده وصل لستة وتسعين سنة مش هيطلع مية ولا بحر إنما فينكلشتان وسيلبرمان ما هذا مكلام ده كله قالوا حقاية الخروج الجماعي دي لا وجود لها وليس هنا كما يؤيدها تاريخيا إنما هي مرم بتاح مرم بتاح قال لوحة اسمها لوحة النصر موجودة في المتحف المصري فهم اليهود سموها لوحة إسرائيل ليه؟ لأن فيها نص بيقول أما كنعان أو فلسطين سميها حورب المصري القديمة أصبحت أرملة لمصر أما يسريار فقد قضيت على بذرتها هم بيترجموا يسريار يسريير 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 يبا إسرائيل فقد اتضح أخيرا نيوس ريار إنما قبائل موجودة في كويت وجزر اليونان وإنه فعلا قضى على بذرتها لأنه ملهاش وجود دلوقتي إنما هم فهم قالوا مرم بتاح ابن رمسيستان يبا إنما كانش رمسيستان يبا مرم بتاح وكان لازم الإساءة يعني تصل إلى شخص عظيم في التاريخ المسيح طبعا هم دي هدفهم إن هم مختارين يعني شخصية جبارة عظيمة زي دي ويقول لك إنما طبعا الكلام ده كله كلام فارغ يعني يعني حتى علماء التاريخ نفسهم وعلماء الأثار نفسهم إنما ده بيتحقوا بي على الناس اللي إيه لا بتقرأ ولا بتعرف ولا أي حاجة هل لهم إدعاء إن إخناتون هو النبي موسى إن إحنا إخناتون إخناتون هم فاكرين كده وأنا شخصيا شفت واحد البتاع اللي بيحطاها على رأسه ده هيا في المتحف المصري بينحني أمام تمثال إخناتون فكان فيه معنى جاعد أو مرشد فقلت له إيه ده قال لي هم بيبصوا الإخناتون على إنه النبي موسى بينما منيتون نفسه المؤرخ المصري السمنودي المولد بسميه الملك المارق هلنا بنسميه الفرعون المارق وهي كلمة لها وجودة لها في سجل الملوك في شهاك اسمها فرعون إحنا اللي حطناها فيه فرعون كاسم في الكتب المقدسة أوكي إنما كصفها لا وجودة له حتى المصريون القدماء يعني الملوك المصريين أو مش الفراعين يعني فهم بمختارين بقى رمسيس إنما رمسيس طبعا ده يغفرنا أمير الشراء يقول منك رمسيسي في الملوك حديثا ولا رمسيسي الملوك في داؤه باعته القلوب في صلب سيتي ما هو أبو اسمه سيتي يوم أن شاقها اشتاء يعني يوم أن شاقها إليه الرجاء ويوم أن اشتاقت بعيته هو لسه في صلب أبوه فيجي على أعظم ملك ويقول لك ده هو فراون الخروج كلام فارغ طبعا كله وعشان كده بيقول لازم نقرأ الكتاب ده بتاعه فينكلشتين وسيلبر معنا الطورة اليهودية مكشوفة على حقيقتها والله يعني حضرتك برضو بتشير لشيء مهم بأنه يريد تم ترجمة هذا الكتاب مترجمة وسهل مترجمة عظيمة موجود في مصر موجود آه موجود في مدبولي أنا جيبتهم المدبولي طب ده شيء جميل جدا جدا طب حضرتك إيه تفسيرك لزهور الحركات الأخيرة اللي بيسموها الأفروسنتريك دي برضو حركة أمريكية من السود بتاع أمريكا وهي تشبه الحركة الصهيونية الفلسطينية هم يريدون أن يمهدوا أن الأفرقى اللي برضو عندهم بكميات كبيرة وزي ما كانوا عوزين يخلصوا من اليهود فعملوا لهم أرض فلسطين ده هيا يروحوا لها بالمعاد ومش المعاد فبردو عوزين الأفرقى اللي موجودين في أمريكا بكثرة جديدة جدا لأدي مصر دي بتاعتكم وانتوا اللي عملتوا الحضارة بتاعتهم وا 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 الاخر طبعا ده كلام فارغ وزي ما قلتلك الماكس بلانك استيتيوت أثبت أن ده كلام فارغ وعمل دراسات برضو فيه دراسات كثيرة جدا يعني ياريت مرة نتكلم على موضوع الجينات ده بتفصيل أكتر وخصوصا أن سبت أيضا أن 87.18% من جينات توت عن خامون أسر التوت عن خامون موجودة فينا كمصريين فنحن أحفاد هؤلاء الأعظماء صحيح طيب حصل حضرتك عن ما يعني يطلق عليه أرض المعاد ولأساس أنهما كانوا زي ما قلت لك فينكلشتاين وسيلبرمان قال أن رؤساء عشائر اللي هما داود وسليمان كانوا يقوموا بكون قطعة صغيرة جدا من التلال بتاعة فلسطين حوالين البحر الميت وكان غرب البحر الميت كانت إسرائيل في الشمال ويهوزة في الجنوب وشرق البحر الميت كانوا العمونيين في الشمال والمقابيين في الجنوب وكانوا القبيلتين ضد القبيلتين دول وكانت بقى حروب ومش حروب وبتاع والشماليين دول ضاعهم في الغزو البابيلي بتاعنا بوخز نصر وإلى آخر إنما كانت قطعة فأرض المعاية دي الحتة اللي كنا فيه اللي قعدنا فيها في القرن الثلاثتاشر قبل الميلاد نرجع لها تاني بس طيب سؤال أخير يا دكتور يعني ماذا تتوقع في الأيام القادمة بعد هذا العدوان السافر في يعني على الأرض الفلسطينية في غزة كيف ستنتهي هذه المسألة عبء على مصر جامد قوي لن تسمح مصر إن ده زي ما الرأي سأل خط أحمر فسألت سيناء دائين وإنما هتنتهي زي ما قلتلك يعني مصر هتبقى رادية وإن كانت هتتعاني وهتتحمل الكثير يعني عبء نفسي ومادي وكل حاجة يعني وأعتقد إنها أندلونجران هتبقى في صالح الشعب الفلسطيني لأن يعني لأول مر يبان مقاومة حقيقية من الشعب الفلسطيني نفسه ليه وثبت إنه هم يعني الفلسطيني الواحد منهم بمية من هناك يعني لسبب بسيط يعني ده بيدافع عن وطنه التاني مأجور سحيح نرجو هذا إن شاء الله شكرا دكتور واسين شكرا جزيلا في الختام أشكر ضيفي المفكر الموسوعي الكبير عاشق التاريخ المصري الدكتور واسين السيسي ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في حديث جديد من مصر